في الفيديو السابق قدمنا لكم أخطر الحيوانات الفتاكة على وجه الأرض وفي هذا الفيديو سنستكمل لكم القائمة وما سيفاجئكم فيها هو الحائز على المرتبة الأولى كأكثر حيوان فتاك يشكل خطر على البشر في المرتبة الخامسة السمكة المنتفخة يتم العثور على هذه السمكة بشكل رئيسي في البحار الاستوائية في جميع أنحاء العالم وتحتوي على سم عصبي أو التيترودوتوكسين تشكل هذه السمكة طبقاً ياباني شهير يسمى فوجو ولا يمكن تحضيره إلا من قبل بعض الطهات المدربين المرخصين وحتى بعد الوقاية هناك العديد من الوفيات العرضية المسجلة كل عام في اليابان عن طريق تناول هذا الطبق ويعتبر السم العصبي الموجود في السمكة المنتفخة أكثر سمية بألف مرة من السيانيد القاتل رابعاً تمساح المياه المالحة عادة ما توجد التماسيح في المياه العذبة وهي مخيفة وخطيرة للغاية ولكن تمساح المياه المالحة هو أخطر وأكبر أنواع التماسيح المعروفة للبشر وتعتبر هذه التماسيح قوية للغاية وتنمو حتى تصل إلى 23 قدم وتزن حوالي طن وهم عدوانيون تجاه أي شيء يأتي في طريقهم فإذا رأيته لا تفكر مرتين أهرب فوراً ثالثاً ذبابة تسيتسي يتم تصنيف ذبابة تسيتسي على أنها أخطر ذبابة في العالم وأيضاً واحدة من أكثر المخلوقات فتكاً على وجه الأرض وعادة ما توجد في أفريقيا وفي وسط القارة ينشر هذا الذباب طفيليات أولية تعرف باسم المثقبيات التي تسبب تهيجاً واضطراباً في دورة النوم وضعف التنسيق وغير ذلك للأسف لا توجد لقاحات متاحة لعلاجها ثانياً البعوض يمكن أن يكون البعوض الذي تراه في كل مكان في منزلك خطيراً أيضاً فهناك أكثر من 3000 نوع خطير من البعوض ومن أخطرها البعوضة الزاعجة والأنوفيليس وكوليكس تسبب هذه الأنواع من البعوض العديد من الأمراض الشديدة مثل حمى الضنك والملاريا والتهاب الدماغ وداء الفيل والحمى الصفراء وبيروس غرب النيل وبيروس زيكا يصاب أكثر من 700 مليون شخص كل عام ويموت أكثر من 700 ألف شخص كل عام بسبب هذه الأنواع من البعوض في المرتبة الأولى الإنسان لا تتعجب من هذا الترتيب فنحن نعتبر واحد من أكثر المخلوقات فتكاً على وجه الأرض لأننا نقتل بعضنا البعض منذ آلاف السنين وقد قتلنا أكثر من مليار شخص ونحن نشكل خطراً على الحيوانات والأنواع الأخرى أيضاً لأن التنمية البشرية لها العديد من الآثار الجانبية مثل الاحتباس الحراري والاستهلاك المكثف للموارد الطبيعية وأكثر من ذلك ويقول العلماء إن البشر سيدمرون الأرض يوماً ما باكتشافاتهم واختراعاتهم الخطيرة تماماً مثل الأسلحة النووية ادعمونا باشتراك وإعجاب لهذا الفيديو لنستمر في تقديم المحتوى المفيد